الدور الإنجليزي كنت تلقى من ربما يكون حافل بالمفاجآت وأيضا بالمباراة المهمة ساعة 2.5 أرسنال حيواجه أستون فيلا في مباراة مهمة جدا ربما يكون فيها تعويض للخسارة أمام الستي وفقدان صدرت الدور الإنجليزي توقعاتك لهذه المباراة المهمة صحيح طبعا حتى نقلنا نقلة على الدور الإنجليزي ودي حاجة طبعا نقلة كبيرة لأن الدور الإنجليزي فيه كورة فيه قسارة قوية جدا الإقاع مختلف خالص كل حاجة طبعا أنت النهار دا بتفرج على ماتش يعني احنا شفنا أرسنال ومانشيستر سيتي الأربع يوم الخميس مانشيستر ريت ببرشولة في الدور الإوروبي كان ماتش قوي جدا 2-2 ثم دخلت على الجمعة تعادل السلبي بتاع الزمالك 0-0 هتحس أن انت دخلت أرسنال النهار دا عنده تحدي كبير جدا لأنه تلات ماتشات الأخيرة في الدوري بعد ما كان هو متصادر للترتيب خسارة من أفرتون تعادل مع برينتفورد ثم خسارة من مانشيستر سيتي فأنت دخلت في أزمة ثقة لابد أن تستعيد ثقة الجمعير في مشروع أرسنال بمعنى ايه مشروع أرسنال؟ مدير فني شاب ولعيبة شابة يعني مارتينيلي ساكا أوديجرد كل دي لعيبة أنت من سنة ما تعرفش اللعيبة دي هل أسماء كلها مش معروفة قوي ولكن كان معدل أعمار قليل بنتائج مزهلة يعني النهار دا ريكورد أرسنال لو وصل موايكسة بالدوري أصغر معدل أعمار وأصغر مدير فني يفوز بالدوري إنجليزي بعد جزء مرينة في 2005 اللي هو أرتيت فتحدي كبير جدا ربما صدارة الدوري وضعتهم في ضغوط وده اللي بين في آخر نتائج مع الإجهاد مع أكتر من سبب وواضح أن النتائج أرسنال تراجع بشكل كبير في الدوري وده خلى الستي يستعيد صدارة الدوري مرة تانية ويكسبهم في آخر مباراة تلاتة واحد النهار دا أستون فيلا تحدي زي ما طيلا هو استعادة الصق هل أنت المشروع دا هتقدر تكمل في صدارة الدوري لأن إحنا لسه بتنكلم في 14 جول أو 13 جول هل هتقدر تكمل أو هتقدر تجاري السيتي لأن مانشستر سيتي طبعا إمكانيات رهيبة صرف رهيب كل الإمكانيات موجودة ومدرب عالمي فهل تقدر تجاري دا أننا شفنا من سنتين ليفربول كان بينافسهم دا جات 99 دا جات 98 نقطة فريكورد قياسي هل تقدر تنافس هتقدر تجاري المعدل دا ولا لأ النهار دا أستون فيلا ماتش صعب جدا ماتشف مع فرقة عندها إمكانيات وجومية قوية زي أولي واتكنز عنده مهاجم شاب بيسجل بشكل كدير مباراة أصلا في ملعب أستون فيلا فماتش صعب جدا بالنسبة لأرسنال لابد أن النهار دا على أقل تكسب أو على أقل قصدي تعادل لأن انت لو فقدت أي نقاط تاني ممكن تبقى مهدد أن السيتي خلاص هيسبق ولو سيد سبق بالدوري خلاص أرسنال هيبقى صعب جدا أنه يلحقه ساعة خمسة مرة فيه مباراة مهمة أيضا ما بين منشستر سيتي وما بين نوتنجهام فورست طاقة تكمين الأقرب إلى الفوز لا طبعا فواري كبيرة جدا منشستر سيتي الأقرب منشستر سيتي لو لعب بالدكة يعني هيكسب نوتنجهام نوتنجهام حسن نتائجه مؤخرا آخر ماتشين ثلاثة ولكن فواري إمكانية كبيرة جدا ما بين سيتي بيب جورديولا وما بين نوتنجهام سيتي عنده تحدي آخر وهو فكرة أنه هو يقدر أنه يعمل توازن شوية لأنه عنده لايبزيج يوم الأربع في دور الأبطال ولسه لاعب أرسنال تسعين دقيقة في ملعب الإمارات بعدين هيسافر يلاعب نوتنجهام بعدين هيسافر ألمانيا يلاعب لايبزيج فتحدي أنه أنت تلاقي التوليفة الموجودة أو أنه أنت تعمل تشكيلة وده عنده هو عنده عناصر الموجودة لو قاعد هلند عنده جولين ألفاريز مهاجم من المتخب الأرجنتيني عنده كالفان فيليبس رجل كل الأنديا للنزال كابت تتسارع عليه ستين وسبعين مليون رجل ينزل في آخر دقيقتين قدام أرسنال فعنده العناصر اللي تسمح له أنه يعمل روتاشن كتير جدا آخر حاجة الساعة سبعة ونوصر النهاردة كابتن محمد صلاح هيقود ليفربول أمام نيوكاسل البعد محقق فوز مهمة جدا أمام إيفرتون تعليقك ممكن يقدر يعملها بنسبة قد إيه عناصر القوة والمخاوف فيه ليفربول طبعا في مركز متواضع جدا المركز التاسع 32 نقطة رقم لا يليك بالليفربول عانى من تراجع النتائج ولكن الانتصار على أفيرتون في ديربل ميرسيسايد آخر جاء لأ 1-0 أو 2-0 أعاد الساقة شوية نوعا ما إلى فريق ليفربول النهاردة مواجهة صعبة جدا مع نيوكاسل اللي هو في مركز الرابع أو التالت وبيحقق نتائج كويسة جدا من بداية الموسم فرقة كويسة فرقة متمسكة هجوميا واضف عيا فماتش مش سهل خالص في ملعب سان جيمس بارك ليفربول لازم من نوع ويجد برضو طويفة لأنه عنده ريال مادريديوم الثلاثة فانت ما بيننا رين واننا عايز أكسب عشان ألحق هو طبعا مستحيل يلحق مركز الأربعة الأولى فاحنا بني كنا مركز خمس أو سادس فانتمنى طبعا طفيل محمد صراح في أنه يعمل نتيجة طيبة النهاردة وليفربول يحقق مركز كويسة في نهاية الدولة